اهلا بكم من جديد في حوار الليلة عقب لقائه المبعوثة الاممية عبدالله باتلي في طرابلس المدعي العام للمحكمة الجنائية كريم خان يقول ان بناء شركات مع الضحايا والسعي وراء المساءلة هو احد المبادئ الاساسية للمحكمة الجنائية يأتي ذلك تزامنا مع خضوع قائد عملية الكرامة خليف حفتر للاستجواب امام محامي الضحايا بعد قرار المحكمة الامريكية الذي هددت فيه بجعل ادانتها لحفتر ادانة نهائية اذا لم يتجاوب مع التحقيق او اذا قام بالمماطلة مجددا فهل هناك رغبة دولية لمحاسبة مرتكب الجرائم وتحقيق العدالة في ريبيا وما الذي دفع حفتر للمثول امام المحكمة بعد ما ماطل في السابق لمناقشة هذا الموضوع نرحب بضيوفنا هنا في الستوديو رئيس التحالف البيئة الامريكي عصام عميش اهلا بك دكتور معنا في حوار الليلة وايضا معنا هنا في الستوديو استاذ القانون والمحامي المهدي كشبور رحبك استاذ المهدي ايضا سيكون معنا عبر الاقمار الاصطناعية من ترابلس رئيس رابط الضحايا ترهون عبد الحكيم ابو نعام اهلا بك استاذ عبد الحكيم معنا في الليلة وابدأ معك دكتور بالسؤال عن مستجدات القضية يعني اخر محطات كانت اثبات الدعوة والزام خليفة حفتر بدفع تعويضات للضحايا على ان يتم تقديرها لاحقا كان المتوقع ان يتم الشروع في تقدير القيمة التعويضات الآن على ما يبدو هناك مستجدات اخرى نعم بسم الله الرحمن الرحيم تحية طيب لك اخي خالد والمشاهدين نعم اخي الكريم احنا طبعا وصلنا الى مرحلة قامت فيها القاضية باعطاء الحكم بانها ادانة غيابية لخليفة حفتر لأسباب كثيرة منها عدم حضوره للمحاكمة ولكن منها ايضا وصول القضية الى مراحل متقدمة تم فيها توفير ادلة كافية للقاضية بان تقر بما اقرت ولكن طبعا زامن ذلك ايضا انقطاع فريق المحاماء السابق لحفتر عن متابعة قضيته واعطي فريق حفتر مدة استئناف لمدة عشر ايام الحقيقة فشل فريقه في ان يستأنف فيها القضية ولذلك اعتبرنا احنا الحكم نهائي بما فيها زي ما تقول الاجراءات القضائية بعد ذلك حفتر جابه فريق محاما اخر جديد روبرت كوكس مجموعة دافعت عنه في الفترة الاخيرة وطالبت المحكمة الحقيقة بفتح اعادة فتح الملف واعطاء حفتر فرصة الامتثال امام المحكمة يمكن نسمي المسألة القانونية تقدموا التماس قدموا التماس قانوني السبب الذي جعل القاضية تقبل هذا الالتماس بالرغم من استنفاذ كل المهل القانونية اللي كانت اعطيت لهم هي رغبة القاضية ان تبتعد عن ينظر اليها انها تسيس القضية او انها يعني بسبب او لاخر ترغب في عدم المساس بالمسار القضائي القانوني من اي جوانب سياسية لما تمثل شخصية حفتر كشخصية جدلية لها تأثير في مشهد سياسي واسع مثل المشهد الليبي فلذلك اقرت لهم حق الاستجواب ولكنها وضعتها بشرط محدد وهو مثول خليفة حفتر يوم بتاريخ لا يتعدى ستة نوفمبر اللي هو اليوم فعلا يعني يوم الاحد امام المحكمة وكنا احنا نترقب الحقيقة ماذا سيحصل في الساعات الاخيرة وحصل فعلا ان حضر حفتر امام القضاء وهو في الساعات الاخيرة من استجوابه الان يعني فعليا وانا طبعا ايضا طالب محامي حفتر بسرية الجلسة وعدم السماح لأي حضور عام للجلسة وتمت عن طريق طبعا خدمة الزوم ولذلك ليحضر الجلسة الان فقط المحامون التابعون لأسر الضحايا ومحامي طبعا خليفة حفتر والاستجواب استمر لمدة ساعات وهو كما ذكرت في مراحله الاخيرة الان ويعني سيتم اختصار نهاياته بما يتيح للمحكمة بان تبيح به وننتظر بعد ذلك الحقيقة الخطوات التي تتبع هذا الامر في الاغلب الخطوة اللي هي متوقعة ان ننتقل من مرحلة الاستجواب وتقديم الادلة لان احنا استنفدنا الجهد من طرف محامي الضحايا بان تنتقل الان الى المحاكمة والمرافعة العامة قد يتم اختيار محلفين لان القاضية اقرت المرة السابقة بان تكون محكمة عن طريق هيئة المحلفين ثم تحديد تاريخ عادة اسبوع الى اسبوعين حسب طبيعة القضية يتم فيها المرافعات ثم يتم فيها البت الحقيقة في نهاية الجلسة بالحكم الذي يعتبر الان الحكمة وفق هذا التطور دكتور الى اين عادت القضية الان في اي مستوى هل الادانة اللي تم تثبيتها سابقا الان تعتبر معلقة ويتم عادة النظر فيها نعم من ناحية اجرائية قضائية نعم الحقيقة لانه هي قالت انه الفائدة المرجوة من اعطاء حفتر الفرصة الكاملة للمثول امام المحكمة ثم قرار بالحكم هي يعني زم تقول اكبر فائدة من ان يتم الحكم الادانة به غيابيا بدون اعطاء هذه الفرصة بالرغم من الحقيقة لجوءها المرة السابقة لانه فشلت عدة محاولات لمحاولة استجلاب حفتر للمحكمة بانها قالت انه الان تقضي بالحكم النهائي وهذا طبعا للقاضية الحقيقة الحق في تغيير مثل القضايا الاسف بالرغم من تجاوزها لبعض الاطر القانونية ولكنها في نهاية الحال يعني كمل ادلة اللي جمعت وكمل التهم المقدمة هي واضحة وهي ادلة دامغة وقوية ونعتقد ان شاء الله انه حتى ويدخلنا في المسار المرافعات الكاملة في المحكمة سيكون الحكم ان شاء الله بنفس تثبيت الحكم السابق والمسؤولية المباشرة عن انتكاب هذه الجرائم جرائم قتل وتعذيب تحت طائلة قوانين محددة من القانون الامريكي لتعود مرة اخرى وتنظر امام هيئة محلفين لتقدير القيمة التعويضات حتى قضية التعويضات ستكون جلسة من بعد ذلك المحكمة الان المحلفين سينظروا الى شهادات حفتر سينظروا الى كم الادلة المقدمة ثم يقرروا ادانته من عدمها فاذا تمت الادانة ونظن نحن ان هذا هو الاحتمال الاكبر سننتقل الى مرحلة لان النظام القانون الامريكي مختلف بعض الشيء عن نظام القانون الليبي المسألة ان تتم تثبيت الادانة في المرة السابقة من قبل قاضية واحدة الان كأن المسار اختلف شيئا ما لانه لم ننتطور الى مرحلة المحاكمة لانه غياب حفتر اربك طبعا بدون شكل مسار القضائي وجعل القاضية يعني تنتقل من قضية اعطاء حقه في المرافعات الى انه تلغي هذا الحق وتتحول مباشرة الى مرحلة الادانة ولكن لما جاء فريق حفتر وطالب بالحاح القاضية بان تعطيه فرصة اخيرة ولذلك القاضية حتى ربطتها بها يعني اذا لم يحضر حفتر اليوم في المحاكمة كان الحكم سيثبت من جديد ويصبح حكم نهائي من القاضية مباشرة دون اللجوء الى هيئة المحلفين طيب استاذ المهدي مسألة ان هذا المسار القضائي يتم عبر مسار اجنبي وليس مسار محلي ليبي كيف تعتقد بان القضاء المحلي متأثر بمثل هذه الوقائع الان نعم بسم الله الصلاة والسلام على صلى الله عليه وسلم بك وسيد المشاهدين وضيوف الكرام هو الحقيقة الامر محرج بالتأكيد للقضاء المحلي لان هناك العديد من قضايا قدمت امام القضاء المحلي سواء العسكري او المدني قدمت العديد من الشكاوى لسيد النائب العام والمدعي العام العسكري وإلا انها الى الان لم تجد نور بل ان كثير منها لم يقدم حتى للمحاكم لكي يعني لم تستطر فيها حتى مذكرات اتهام صدرت مذكرات قبض في يعني هجوم على العاصمة في اربعة اربعة ولكن لم يترجم هذا الامر الى اجراءات فيما بعد يعني حتى محاكمة غيابية المدعي العام سواء المدعي العام العسكري او النائب العام حسب القانون الليبي هو المسؤول الاول عن دعوة جنائية كل حسب اختصاصه وبالتالي هو يفترض ان لا ينتظر حتى ان تقدم شكوى اليه بمجرد وصول العلم الى مكتب النائب العام ان هناك جريمة ما ارتكبت وهذه الجرائم التي ارتكبها خريفة حتى لا تخفى على احد بالتأكيد ينبغي عليه ان يفتح مباشرة تحقيق في هذه الجرائم ومن ثم يصدر مذكر اتهام ويحيلها الى القضاء المدني او العسكري لكل حسب اختصاصه ليقول فيها كلمته للأسف لم تتم كل هذه الجرائم لم نرى مذكرات اتهام تصدر عن مكتب النائب العام او مكتب المدعي العام العسكري الا في واقعة ربما وحيدة قصف كلية عسكرية في مصراته ولا تصدر فيها حكم غيابي البعض يرى ان الاحكام الغيابية لا قيمة لها ولكن هذا غير صحيح الاحكام الغيابية هي احكام واجب التنفيذ ولا يجوز الغاءها الا بعد امتثال المحكم امام القضاء محبوسا يعني اذا صدر الحكم بالحبس عندها يجب ان يمتثل محبوسا امام القضاء لكي يستطيع طاعن عليه طاعن على هذا الحكم ويعادة محكمته من جديد ولكن الاسف كل هذه الجرائعات لم تتم رغم ان الجرائم المرتكبة هي واضحة وموجودة والنصوص القانونية تغطيها بل ربما ارتكب كل الجرائم المنصوص عليها في الباب الاول من قانون العقوبات وعلى رأسها الانقلاب على النظام الدستوري والقتل الجماعي والتهجير ويعني ادعاء الصفة وكل هذه الجرائم ارتكبت ولكن للأسف لم نشهد لها اي اي اثار على القضاء الليبي اذا كان الحالة تمثل حالة احراج بالنسبة للقضاء المحلي هل يمكن ان تكون دافع في اتجاه التعامل مع هذه الاستحقاقات التي ظلت معلقة طيلة السنوات الماضية الحقيقة لا توقع من القضاء المحلي ان يدخل في هذه القضايا يعني احنا لاحظنا مثلا زيارة النظور الى طرابس وهو الذي صادر بحقه امر بالقبض من مدعي العام العسكري ولكن لم ينفذ شعور القضاء بعدم وجود اليات لتنفيذ احكامها يجعل من القاضي نفسه يتردد في النظر في مثل هذه القضايا رأينا مثلا قضية سجن بوسليم وكيف يتم قضاء العسكري يدفع بعدم اختصاص ثم قضاء المدني يدفع ايضا بعدم اختصاص وتبقى القضية تتناقل بين القضائين الحكم الذي صادر بحل مجلس النواب والذي لم ينفذ كل هذه الاحكام جعلت مقاضي يفقد ربما ثقته حتى في نفسه انا دائما للأسف يعني لا اعول على القضاء المحلي في مثل هذه القضايا اعول على القضاء الدولي المحكم الجنائية الدولية هي مختصة بمجاب القرار مجلس الامر رقم 1970 صادر في عام 2011 ورغم ان ليبيا غير موقعة لبروتوكول روما لمحكم الجنائية الدولية وبالتالي محكمة لا تختص بنظر جرائم في ليبيا الا ان استثناء في ضمن بروتوكول روما اذا كانت القضية محالة من مجلس الامن عندها تختص المحكم الجنائية الدولية تدخل لتق الاختصاص نعم تعطي اختصاص المحكم الجنائية الدولية بالنظر في هذه الجرائم صدر القرار 1970 سنة 2011 من مجلس الامن بحالة الحالة الليبيا بالكامل الى المحكم الجنائية الدولية لنظر في كل جرائم الحرب وانتهاكات طيب سنعود لهذه المسألة استاذ المهدي مسألة الاختصاص لكن قبل ذلك اسمح للناس السيد عبد الحكيم بن عامة مثل هذه التطورات التي تحدث الان بخصوص قضية مرفوعة ضد خليفة حفتر وان كانت تأتي عبر مسار قضائي غير محلي مسار قضائي اجنبي امريكي كيف ينظر لها من قبل اهالي الضحايا من ينتظرون الانصاف من قبل القضاء الليبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام اولا برك الله فيكم على اهتمامكم بقضية الترهونة قضية الترهونة التي اصبحت مهمشة والتي صارها مغلب السياسيين التجارة والسياسة بها وليس قول الحق عموما الصوت واضح نعم سألتك الان كيف تتابع من قبل اهالي الضحايا مثل هذه التطورات وهي تهتم بنفس نوعية القضايا تمام بارك الله فيك طبعا احنا نترقب عن مقريب زيارة لسيد المدعي العام محكم الجينيات الدولية وننتظر 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 بصمت اوامر اوامر القبض او بطاقات الحمراء التي ستصدر في المجرمين ابناء عائلة الكاني زيارة زيارة السيد المدعي العام صادفت بنفس ذكرى اول جريمة قتل قامت بها عصابة الكاني الإرهابية اللي هي كانت في سنة 2012 في شهر نوفمبر حيث تمت ابادة عائلة الدائمي وبعدها تم قتل عضو مجلس الانتقالي عبد الباصط نعامة ومن هذا التاريخ ركزه سنة 2012 خمسة احداش 2012 صارت عملية قتل ممنهجة بتلفيق تهم الى يومنا الى 2020 حيث انضموا في سنة 2019 لتيار معادي هذن هنا اصبحوا اعداء والحمد لله بعد ما اصبحوا اعداء لطائفة معينة موجودة هنا في طرابلس تمكننا من العودة الى منازلنا ولكن للاسف كانت ترهونة ينظروا لها ترهونة السلام كانوا ينظروا لها ترهونة بمبليلغاز ما يقدرش حد يمسها يا اخي انا نقول لك احنا يرأوا ترهونة تعاني منذ سنة 2012 ولم ما فيش حد حسبين عفوا نخليني من اللغويات اللغة العربية ما فيش حد حسبين يا ستاة خالد من سنة 2012 وإحنا نطايته مهجرين أغلب عائلات ترهونة عائلة الفلوس هاي زي ما تشبه فيها الأب وأبناءه ما مسكوهمش في محاور قتال والله في تبة كانت قتل مهم منهج لأنهم من عائلة النعاجي اللي هي ضد عائلة الكاني وغيرهم مئات من العائلات تم إبادتهم عبد المهيمن الشويبي طفل عمره عمره قاعد ما فاتش خمسطاس سنة مسكوه في طراب لسنة وصفوه برصاصه في رأسه وانقلبت عليه كذلك عائلة الحبشي كذلك يعني الشي اللي صير عندنا شي غريب بني قد ما نحكيه لك ممكن مازال الوقت ما يتمش طيب أنا ما نلومش عليه محكم الجينيات الدولية كونها جتني توه في سنة 2022 أنا نلوم على جهاتنا الضبطية تي كانوا يقتلوا في الشارع عشكرا ميدان جزيرة ترهون أصبحت كيف جزيرة الزعفران في سرط لما الدواعش نكلوا محمد بوزميطة فاها كتبوا عليها عميل فجر ليبيا ونكلوا به وقعدة جتة أربع أيام في الجزيرة واضح تماما ابقى معي صلى الحكيم من ذلك أستاذ خالد ممكن ما نتفخش أنا وضيوفك في العدو لأنني عندي قضيتي على تلك آنية سيد خالد طيب واضح تماما دكتور عصامي عندما يتحدث القاضية الأمريكية عن مخافة التسييس هذا يعني بأن الجهاز القضائي الأمريكي على الطلاع باعتبارات كثيرة يعني ما يتحدث عننا ضيفنا من ترابلوس الآن عن حجم الانتهاكات والجرائم التي وقعت في ترهونة مسألة تجاوزت أي وصف يعني هذا الاعتبار مخافة عدم التسييس لماذا يدخل على الخط برغم أن المسألة مسألة قضائية مسألة إنصاف مسألة تحقيق عدالة في جرائم بهذا الحجم ومن هذا النوع وبدون شك أخي خالد يعني الحقيقة المأساة اللي حصلت بالنسبة لأهلنا في ترهونة على مدار السنوات الطويلة الحقيقة يعني هي مشهد من مشاهد المشاهد المؤلمة في ليبيا ولذلك القاضية لما يعني كان وجدت الكم الهائل من الجرائم هذه ارتكب في إطار قضية هي تتعامل معها فقط من خلال المحكمة من خلال وجودها كقاضية تنظر إلى حق إنصاف بين طرفين وجدت نفسها الحقيقة تحتاج إلى أنها يعني تبحث في هذا الأمر حتى لا تقحم نفسها في أمر قد يمس الأمن القومي خلينا نقوله الأمريكي وحاولت مرتين حاولت في عهد ترامب وحاولت في عهد بايدن بالنجوء إلى الخارجية من أجل التأكيد على طبيعة هذه القضية إذا كانت قضية فيها أبعاد سياسية للحصانة دولية في علاقات بين الدولة الأمريكية وبين الطرف هذا الموجود اللي هو يقاضى وغير ذلك لكن هذه كما ذكرت أنت أخي هو إشارة فعلا إلى تعقيدات المشهد الليبي أنا ممكن أضيف أخيك أنه في موضوع الكانيات مثلاً نحن كان لنا عمل في التحالف الليبي الأمريكي في التعاطي مع مؤسسات حقوقية داخل الإدارة الأمريكية مثل وزارة الخارجية الأمريكية الذين يعني بحثوا تحديداً في تسمية المجرم المحمد الكاني أو غيرها من اللي انتكبوا الجرائب من أجل توسيع قاعدة البحث في مثل هذه القضايا يعني ليبيا اليوم لما تطرح أيضاً في قضية مثلاً قانون الهشاشة العالمي إنها دولة من الدول التي تحتاج تدخل على عدة مستويات منها أيضاً القضاء منها تجهيز الدولة نفسها حتى تتمكن من أنها تخطو خطوات نحو تحقيق العدالة وتتبيت مساف مثلاً قضايا حقوق الإنسان السبب فيه أن إدراكهم لعمق المشكلة فعلاً وإلى حجم التحدي الموجود في المشهد الليبي ولذلك أنا ما أعتقد أن مقاضاة حفتر تبتعد كثيراً عن مثلاً مقاضاة الآخرين لكن إحنا أيضاً ننظر إلى مشهد كما ذكر سيد مهدي إنه القضاء الليبي عاجز على أن يقدم هذا القدر من الاهتمام أو حتى التفعيل أي تغيير حقيقي في هذا المشهد ما نقوم بي إحنا كأناس مثلاً موجودين في المهجر هو البحث عن أي وسيلة يعني شوف المحاكم هذه استخدمت في محاكمة طغاة حقيقيين على مدار التاريخ من بنوشي لحسن حبري لسياد بري لغيرة نظن إنه إحنا اليوم ما حصل اليوم حدث تاريخي حقيقي ليش لأنه واحد زي خليفة حفتر ارتكب جرائم على مدى عشر سنوات وممكن دعم من دول على مصاف الدول الكبيرة وغيرة وغيرة وبالرغب من ذلك يجد نفسه مضطر أن يقف ويشهد في محكمة اليوم ويجاوب أسئلة عن تجاوزاته الحقوقية اللي هي غير موجودة في حق أهلنا في ترهونة غير موجودة في حق أي إنسان إنسان بريء في موجود في ليبيا نتمنى الحقيقة أن تكون مدخل ومع اهتمام المبعوث الأمم اليوم مثلا في الموضوع هذا ومحاولة إعادة يعني زي ما تقول وضع ليبيا في المسار الجي يعني والتركيز على موضوع القضايا كل أخي ينبعت الحقيقة من رغبة الأطراف الدولية بأن يكون التعاطي مع القضية الليبية فيه نوع من الشمولية لمثل هذه القضايا اللي مضى عليها سنوات طويلة بدون أي اهتمام وبدون حقيقة وضع أي مسار يعني اهتمام حقيقي بهذا الأمر وأخطر شيء في ليبيا أنه مثل هذا الذين ارتكبوا هذه الجرائم اليوم هم يعني ينادوا بأن يكونوا هم مرشحين سياسيين وتعطى العملية سياسية وعملية انتخابية كاملة بسبب محاولة إيجاد فرص لهم لدخول انتخابات وهم دماؤهم منطخة أيديهم منطخة بالدماغ وضع يعني صعب يحتاج منه فعلا تقدير كل هذه التحديات والتغيب طيب عندما يثار أستاذ المهدي عندما يثار الجانب التسييس ومخافة أن يتداخل هذا الأمر مع المسار القضائي قد يبرز في هذه الحالة دور وزارة العدل الليبية على اعتبار أنها جانب من مهام هذه الوزارة جانب سياسي أيضا وزارة الخارجية في حالة نظر قضية بهذا الحجم أمام محكمة أمريكية بحجم هذه التطورات كيف يمكن أن نحدد الدور اللي يجب أن تؤديه هذه السلطات المحلية الليبية تداخلا مع مثل هذا القضايا بحثا عن تحقيق الإنصاف وتحقيق العدالة نعم هو داني يعني ينوه على الجزئية وهي مسألة الإنصاف أولا الإنصاف للضحايا هو من معاقبة الجاني ما نحن بصدد اليوم هي دعوة مدنية لمطالبة بالتعويض لأن القضاء الأمريكي اختص بهذه القضية وربما رأى التحالف الليبي أمريكي وهو أدرس سيد عصام بأن القضاء الأمريكي غير مختص بالنظر الشق الجنائي ولكن الشق المدني ممكن وهذا كان مدخل استطاعه من خلال العمل وهو جهد طيب ومبارك ويعني نستفيد منه في جزئيات كثيرة على رأسها إثبات جنسية خليفة حفتر الأمريكية بما يمنع من ترشح الانتخابات أيضا كشف حجم الجرائم التي ارتكبها وهذه يعني تقدر قاضية التعويض المناسب وهو ربما يجبر جزء من الضرر اللي يتعرض لها الضحايا ولكن الإنصاف يأتي بعد معاقبة الجاني وهذا يعني ما لا يتحقق في هذه المحاكمة وبالتالي هنا يأتي دور المؤسسات العدلية في ليبيا إذا بتحدث على وزارة العدل والكثير يحمل على وزارة العدل وزارة العدل نحن بعد ثورة 17 فبراير صدر حكم بفصل السلطة القضائية على السلطة التنفيذية لأول مرة بعد ثورة 17 فبراير كان دائما وزير العدل أو أمين لجنة الشعبية العامة العدل سابقا هو رئيس المجلس أهل القضاء وبالتالي هناك تداخل بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية بل أن السلطة التنفيذية كانت ترأس السلطة القضائية بعد ثورة 17 فبرائل صدر تعديل قانون رقم 6 بشأن نظام القضاء وفصل السلطة القضائية السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة العدل ليست من مهامها مثلا محاكمة المجرمين أو مسائلتها هي الإشراف على السجون أيضا الشرطة القضائية التي تنفذ الأحكام التي تصدر على القضاء ولكن الإشراف على المحاكم تجهيزها وتجهيز مقراتها ولكن السلطة القضائية واتخاذ القرارات القضائية هي سلطة مستقلة تبدأ من عند النائب العام بإصدار مذكرات الاتهام ومن ثم إحالتها إلى القضاء اللي يصدر فيها حكمة هذا هو الدور الذي ننتظر من القضاء المحلي ونتمنى أن يقوم به بهذا الدور في غياب هذا الدكتور أستاذ المهدي اسمح لي فقط نعم اليوم هناك قضية تنظر الطرفها الليبيون نعم من جانب المدعي الليبي والمدعي عليه الليبي حتى وإن كانت هي قضية مدنية بعيدة عن الجانب الجنائي لكنها فتحت باب واسع للمي نعم وزارة العدل الوزارة الليبية عندما يكون طرفها هذه القضية المنظورة أمام محكمة أمريكية الليبيون نعم وواقعة الموضوع القضية جرى على الأرض الليبية هل يصبح من العادي ومن الطبيعي أن وزارة العدل لا تتدخل مع هكذا ما لا هو ينبغي للمؤسسات في ليبيا أن تتابع أي قضية في الخارج أحد أطرافها ليبي ولكن وفق قواعد الاقتصاص في القانون الدولي الخاص تنظم مسألة متعددي الجنسية في حال أن شخص عنده أكثر من جنسية إذا كان هو موجود أمام جنسية الدولة ألف مثلا في هذه القضية خليفة حفظ لديه جنسيتين جنسية الليبية وجنسية الأمريكية هو أمام القضاء الليبي هو ليبي جنسية ولا ينظر إلى جنسية الأمريكية هو أمام القضاء الأمريكي هو أمريكي ولا ينظر إلى جنسية الليبية أمام قضاء دولة ثالثة ينظر إلى ما يسمى بجنسية الفعلية ما هي جنسية الفعلية؟ هي جنسية الدولة التي يقيم فيها قامعة يدية أو التي يتحدث لغتها أو التي اعتلى فيها مناصب سياسية أو إدارية في واقع الحال هو الآن مواطن أمريكي محاكم أمام محاكم أمريكية على جور مرتكبة في ليبيا وبالتالي ينبغي فعلا أن تتابع المؤسسات الليبية وتحث حتى المؤسسات القضائية في ليبيا على اتخاذ دور مماثل في مثل هذه الجرائم بل أن ربما حتى تلام الأجسام القضائية على عدم اتخاذ مثل هذه الاجراءات محليا في ليبيا وتركها القضاء الدولي لأن حتى قضاء المحكمة الجنية الدولية إذا ننظر في مسألة القضاء الجنائي هو قضاء تكميلي الأصل فيه هو اختصاص القضاء المحلي إذا عجز القضاء المحلي عن نظر هذه الدعاوة عندها يفتح الباب أمام القضاء الاستثنائي الممثل في محكمة الجنية الدولية اليوم أمام هذه الواقعة وامام هذه الجرائم يثبت أن القضاء الليبي هو عاجز عن نظر في مثل هذه القضايا عاجز عن النظر والمتابعة أيضا نعم عاجز حتى مسألة متابعة غائبة لماذا لم يسأل هؤلاء القيادة العامة إذا بنجيب البروتكول رومال محكمة الجنية الدولية ينص صراحة على أن القائد العسكري هو مسؤول عن كل الجرائم التي يرتكبها الجنود تابعون له إلا في حالة واحدة هو يبقى مسؤول دائما عن هذه الجرائم وهو المتهم بها إلا في حالة واحدة أن يقوم هو بمساءلة مرتكب هذه الجرائم ومحاكمته وهو الأمر الذي لم يتم على العكس مثلا في مسألة محمود دورفلي والجرائم التي ارتكبها الخليفة حفثر أعطى لمحمود دورفلي ترقية رتبة عسكرية كمكافأة له على هذه الجرائم والمحكمة الجنية الدولية الأسف لم تقم بدورها لهذا جمع نهيك على القضايا المحلي والذي يعني بالتواصل إلى قناعة أنه لا يستطيع أصلا نظر بهذه القضايا سوى بداء الخوف أو ربما تستغرب عدم التفاعل ما يمكن أن يرقي إلى مستوى القرينة حتى من جانب المحكمة الجنية الدولية هناك جرائم يعني ارتكابها خليفة حفتر على الهواء مباشرة وبصوتي وصورتي عندما مثلا حرّف في أحد تنشيلات بالقول باللفظ الواحد لا تجيبوا ليش أسرى في الميدان في الميدان هذا التحريض على تصبيح أسرى سنعود لمنقشت هذه الجزيات لكن قبل ذلك نختم بسؤال أخير مع ضيفنا من رئيس رابطة ضحايا ترهونة عبد الحكيم بن عامة الآن مع حديثك عن عدم تحقق أي حتى بوادر لمسألة الإنصاف الاستفال حق بالنسبة لضحايا الجرائم التي وقعت في ترهونة وغير ترهونة في عموم ليبيا هل هناك تفكير من أهالي الضحايا ربما في الاتجاه إلى القضاء الأجنبي قضاء الدولي على اعتبار أن هذه الحالة حالة محاكمة خليفة حفتر أمام القضاء الأمريكي ربما تمثل بارقة أمل بالنسبة لأهالي الضحايا نحن عملنا في الله عز وجل وأما بالنسبة لالتجاه للمنظمات أو الجيات الأجنبية شوف نحن كلنا أمل في لجنة الميتين وواحد التي مشكلها مكتب النايب العام وهي تعتبر نيابة خاصة كزي محكمة بيروت لما صارت فيها الانتهاكات احنا شكلنا لجنة سيد الصديق الصور واستجابلنا وشكلنا لجنة فيها فيها نخبة من وكالاء نيابة ويشتغلوا وفيه أوامر قبض وفيه ناس تم القبض عليها وإحنا نتابعين معاهم خطوة بخطوة أيضا هناك فارين من العدالة موجودين في دول مجاورة لليبيا مثل دورة مصر وبرك الله فيه السيد الصديق الصور يشتغل على إصدار بطاقة حمراء ومشي حضرتها لمصر وعندها وعود ولكن يبدو أن الاختلاف السياسي اللي موجود في ليبيا بين شرق وغرب أو مصر وقوفها لجانب سياسي هو اللي مؤثر علينا لا بالعكس احنا نتمنى من قضاءنا ومن قضاءنا هو الفصل في قضية الكانيات يعني نتمنى أن يحص بي ولد بلادي ولكن مع هذا كله للأسف احنا متواصلين مع معكم الجينيات دولية ايضا متواصلين مع الهيومن رايت ووتش ومنظمات وغيرها و احنا نتمنى وقفة جادة من دولة الأمة بخصوص التصنيف السياسي زي ما قلت لك احنا لو بنركز في قصة التصنيف السياسي سيد خالد الكانيات لهم قبل ما ينضموا لخليفة حفتر كانوا معمني منضمين كيف يتلوا فينا كيف يعني اكتل من نصف الضحايا قبل قبل 4-4 يعني فلذلك احنا راو سمحني في الكلمة متبعدين كل البعض عن التصنيفات السياسية وعن انا عندي قضية تخوي اسبوع اللي فات كنت في بنغازي وتلقيت معه سيد محامي ضعام غادي تم القبض على احد المجرمين اللي قام بقطف اخي وسلم لعبد الرحيم الكاني وتم تصفيته قبض عليه في مدرية تمن بغازي والحمد الله مشيت وانتبع في قضيتي اما بخصوص الطيارات السياسية احنا قضية مدنية بخصوص الموضوع السياسي من وراع الكاني من اللي دعمهم قبل وتوى هذا كل يفطل فيه القضاء احنا ما عندنا جاهد باش نحاول واحنا تمنينا ان يكون فيه فريق من المحاميين من نخبة المحاميين ولاد بلادنا ان كانوا معنا من قبل انضمام الكنيات لخليفة حفتر كنا احنا يد واحدة متصفقش يد واحدة تاني خشيت للسيد النايب العام الحصادي قلت لك كيف نديره قال اللي يقدر يقول الله هذا يموت في وقتنا الحال يا رحمة الله عليه مشيت لوزير الداخلية ذاك الوقت كل الابواب سكرت قدامنا وكأن فيه شيء ممنج لعصابة الكامي وفيه ناس قعمزنا معاها وقلنا لا احنا راهوا قتلونا راهوا مهجرين راهوا صار فينا مصاب بعدها بسبوعين نقوم في زيارة رسمية مع عيان مدينة ترون القتل اللي قتلو فينا ماشيين مجعمزين معاهم وعندي بنسم وبتصوير سيد فايز السراج رفع المقرد اللي فيه شامنت يفتح في مطار غادي مقعد مننا اللي ارخام اللي يركبها سنين احنا نعانو رغم هذه الاشكالات وهذا التداخل اللي اشرت لانت ذكرت في بداية حديثك انكم ما زلتم معاولين على القضاء البحلي الليبي حتى وان كان البعض يصف بانه غائب او بطيء في عمله لكنكم ما زلتم لا يس غائب يا أبي خالق نعم بالعكس احنا كلنا ثقة في قضاءنا وبإذن الله القضايا اللي مجبوذة من سنة 2012 منذ تأسيس هذه العصابة بقتل الشاب اسماعيل في مكتب اللجنة الامنية العليا قتله محمد الكان يخوت الى حين اخر ضحية واضح تماما اشكرك جزيلا شكر بإذن الله عندنا وتحقيقات لازالت مستمرة وقبض واضح واضح اشكرك شكرا لك رئيس في الردع طيب حتى لا نجعل نقاشنا مخصص لوقع واحدة لان موضوع النقاش عام في كل التجاوزات اينما كانت على كل حال اشكرك رئيس رابطة ضحايا ترهون عبد الحكيم بن عام شكرا جزيلا لك اعود لاستكمال النقاش معك دكتور الان ما التالي فيما يخص بالقضية اللي تنظر امام القضاء الامريكي نعم انت لو تسمح لي اخي شوي اخي خالد انا الحقيقة طبعا مأساة اخواننا في ترهون مأساة كبيرة جدا لكن ارجو ان لا يغفل الدور الدولي لان اقليبيا قضية مدولة الان حقيقة والتفاعل فيها يتم على عدة مستويات منها المحلي بدون شك ومنها الاقليم ومنها الدولي لكن موضوع انه احنا لا نستفيد الحقيقة من الضغط الدولي الموجود خاصة في وجود واحد مثلا الباتيلي والمجموعات التي تفهم الواقع الافريقي بالاضافة الى بثاقها من الهيئة الاممية نستفيد منها الامم المتحدة اقرت في هذا الموضوع تكلم فيه مجلس الامن تم الاهتمام بلجنة التحقيقات ومتابعة ممكن تستمر في وضع ضغط على الاجهزة التنفيذية في الدولة الليبية حتى ان الموضوع هذا ما يضيعش منها فانا ارجو الحقيقة ان الاستاذ عبدالحكيم والاخوة الافاضل اللي معاه ان يستفيدوا من هذا الامر احنا وجدنا اهتمام غير عادي الحقيقة داخل دوائر مؤثرة قد تتأثر على تؤثر في المشهد الليبي من غيرها يعني فهذا ارجو انها تكون نقطة بس اردت اثارتها معاه احنا نتعاون معاه ان شاء الله ونتواصل في هذا الخصوص بالنسبة لنا كما تعلم من حوالي اسابيع رفعنا قضية ضحايا اسر الكلية العسكرية كمشهد اخر او كقضية اخرى من القضايا الحقيقة التي تم اغفالها بالرغم من فداحتها وبالرغم من وجودها يعني كقضية كبيرة مست ابنائنا ومست يعني اسر على الاقل ستة وعشرين شاب من الشيش في الاعتداء وطمانطاشر شاب جريح وغيرها القضايا الكبيرة هذه اللي هي مفصلية وعلى الاقل اخذت اهتمام كبير دولي وغيرها يجب فعلا اثارتها وانا الحقيقة مثلا جزء من السبب اثارتنا للقضية هذه مثلا في القضاء الامريكي هو انه حقيقة القضاء الامريكي يقول وهناك قوانين تقول بانه اي انسان مش لازم يكون مواطن امريكي اي انسان لا يجد الحق في مقاضات اناس ارتكبوا جرائم ترتقي ان تكون جرائم حرب قتل وتعديب من حقه ان يرضع هذه القضايا ضد اي شخصية حتى وان لم تكن امريكية فالخصوصية الامريكية جاءت فقط بوجود حفتر يعني كاضافة هو ان يكون مواطن امريكي لكن الاليات هذه وجدت لماذا لانه فعلا الدول النامية هذه اللي هشة اللي هي غير قادرة على ان يكون فيها تفعيل المسار القضائي تعاني معاناة كبيرة جدا والدول اللي هي مرتبطة بالاستقرار العالمي وغيرها تعرف يقينا انه عدم استقرار هذه الدول سيظل هو المحضن الاساس للارهاب والتطرف والمشاكل اللي هي يعني زي ما تقولك تحقق عدم الاستقرار تحقق المشاكل اللي هي مهتمة بالمشهد الليبي بريطانيا امريكا غيرها قد تعطي هذا الامر نوع من الاهتمام امريكا خصصت ميزانية حوالي زوز مليار على مدار عشر سنوات 200 مليون منها مخصصة سنويا للبحث في مثل هذه الامور وليبيا تحديدا من تقريبا 7 او 8 دول فقط يعني قرر لها ان يهتم بها يعني فواضح جدا انه عندنا مداخل نستطيع نفعلها بالنسبة للقضية هذه تحديدا عندنا قضية الان نبحث نبحث فيها في قضية الفاغنر الحقيقة لانه تدخل الفاغنر في المشهد الليبي يعني يرتبط بشكل كبير في تأثير على المشهد الليبي ككل والدور الروسي وما ثابت ذلك والجرائم التي ارتكبت هي جرائم بشعة ايضا ومقترنة بمخالفات في قوانين جنائية داخل امريكا هنا تأتي قضية الجنسية الامريكية كدور كأساسي لانه هذه هي مداخل الحقيقة للتجريم الجنائي داخل القضاء الامريكي في مسألة الانباء عن ان خليفة حفت ارباع ممتلكات في فيرجينيا ربما كتدابير او استباق لما قد ينتج عن هذه المحكمة هل هذا يعني ان هناك شبه يقيم بان الفصل في القضية سيتم لصالح الاهالي الضحايا انا اعتقد انه هذا كما ذكر دليل كبير جدا هو درقام موجودة حقيقة يعني كانت هناك املاك تقدر بما يقدر ب 11 الى 17 مليون حسب الارقام وابناء واللي هما يتصرفوا في هذه الاملاك الان باعوا كثير منها في الفترة الاخيرة يعني خلال السنة الاخيرة فقط يعني بيعت تقريبا تلثي هذه الاصول وهناك محاولة للتخفي او لاخفاء هذه الاصول بعيدا عن الوالد نفسه يعني بعيدا عن حفتر نفسه باسماء شركات اخرى و باسماء الاولاد وغيرها وهذه القضايا مرتبطة فعلا بانه هناك تخوف حقيقي بانه اذا تمت الادانة سيتم المواصل البحث عن هذه الاصول و متابعتها من اجل احقاق الحق و ايجاد التعويضات للوصول والضحايا ففعليا القضية بدون شك يعني نعتقد انها اثرت في المشهد العام بصفة عامة اثرت ممكن اهتمام الشعب الليبي و دور خليفة حفتر يعني اللي هو كان معروف ولكن اعطيها زاوية معينة او ضو معين ولكن تداعياته داخل المشهد الامريكي و المشهد الدولي احنا اشياء نشاهدها احنا نتواصل مع لجان التحقيقات لتعلى الامم المتحدة هم يبحثوا عن هذه الاسياء هناك اجهزة داخل الخارجية الامريكية والخزانة الامريكية والعدل الامريكية تبحث في هذه القضايا مسؤولين على اعلى المستويات في امريكا ينظروا في هذه القضايا لانها ترتبط بشكل مباشر بقضاء نزيه استطاع ان ينظر الى هذه الادلة و يقول فيها بدون حتى وزول عقوبات ان يقول فيها نجرائم فعلا ارتكبات في حق الشعب الليبي من قبل شخص قد كان في يوم من الايام قد يكون مدعوم من دولة و من اخرى و قد يصبح في يوم من الايام رئيس يعني فالحضية رغم ان الدعو مرفوعة في شق مدني ماذا لو تغيرت عن طريق المدعي العام و عن طريق وزارة العدل لكن لما يكون هناك هذا الكم من الجرائم اللي ارتكبت لانها جرائم قتل وتعديب هي مش جرائم مثلا مدنية خصومة او زي ما تقول فصل في امر مالي او غير لا هذا جرائم قتل وتعديب وهي هذا الاستثناء اللي موجود في القضاء الامريكية التي يديح للناس ان ترافع في محاكم مدنية قضايا جرائم قتل وتعديب لكن لما تصل الى هذه المرحلة و يكون هذا الملف تبت فيه يعني احنا نتواصل مع رجال في كونغرس نتواصل مع ادارة واضح جدا اهتمامهم بالموضوع هذا بالرغم من فصلهم للسياسي من القضاء لانه هذا بدون شك يعني مبدأ اساس موجود في الحكم الديمقراطي لكن لا يستطيع شخص يظن في نفسه انه هو سينتقل من مرحلة الى اخرى و يزيد عليها انه هو مواطن امريكي هذه الخصوصية ايضا يعني تعطي ابعاد اخرى لكن المدخل الجنائي له خصوصياته معينة مكاتب التحقيق الفيدرالية الامريكية اليوم تنظر في القضايا المحيطة بمثل هذه القضايا لترى هل تم تجاوز فعلي يؤدي الى اتهامات جنائية و هناك تحقيقات مفتوحة في هذا الامر يعني الامر نعرف و احنا يسير في هذا الاتجاه لكن مناطه فعلا هو وزارة العدل و الناد داعي طيب سأعود ليسألك اذا كان هذا التدقيق او هذا الحرص على اثبات الدعوة من عدمها بالنسبة لهذه الاطراف الامريكية مرتبط ربما لتقييم او تقدير شكل التعامل مستقبلا مع شخص المدعى عليه لكن قبل ذلك استاذ المهدي بعيدا عن شخص خليفة حفتر و من هو المدعى الان او المدعى عليه في خوف من ان اصحاب المصلحة من غياب العدالة في ليبيا يجعل هذا الامر مستمر سوى محليا او حتى خارجيا خاصة مع غياب اي تحرك رسمي لمتابعة هذا النوع من القضايا قضية خليفة حفتر تحديدا اذا اخذناها كمثال طبعا هل فعلا هناك اصحاب مصلحة في غياب العدالة في ليبيا في هذه المرحلة نعم بالتأكيد هو لشك ان سياسة الافلات من العقاب تجعل من من يرتكب هذه الجرائم هو يعني يزيد في جرائمه وربما حتى تستعمل اطراف دولية لابتزازة او يعني استخدامها كطرف سياسي يحقق لام مصالحهم السياسية صالح هذه الاطراف الدولية عندما توفر لها الحماية السياسية والملاحقة القضائية مقابل تقديم خدمات لهذه الاطراف السياسية وبتأكيد سيكون مكسب لهذه الاطراف وتستخدم هذه الادوات وعندما تنتهي الحاجة منه يتم تقديمها الى محاكمات وحدث هذا مع كثير من الرؤساء في افريقيا وغيرها عندما استخدموا كأدوات وارتكبوا جرائم وعندما تم الانتهاء منه يتم تخلص منه خلال محاكمات دولية وما لذاك ولذلك نحن كنا نعول ونتمنى ان يطلع القضاء المحلي بمثل هذا الدور وهو القضاء المختص أصيلا في مثل هذه القضايا وجدنا الاسف يعني ان القضاء المحلي لم يتم او على قل مكتب النائب العام لم يتم حالة خليفة حفتر في اي قضية من هذه القضايا امام القضاء يعني لم يقم بدورك حسب ما نرى في هذا الملف زد على ذلك بانهم يعني المجلس على القضايا يدعي بان من خلال بينات انه قادر على اجراء مثل هذه المحاكمات وبالتالي هو يحاول ان يغل يد القضاء الدولي لان كما ذكرنا بان القضاء الدولي هو قضاء تكملي وقضاء المحلي هو القضاء الاصيلي اذا عجز القضاء المحلي عن اتخاذ هذا الدور عندها يقوم القضاء الدولي بتكملة هذا الدور القضاء المحلي لم يقم بهذا الدور وزد على ذلك بانه يصر بانه قادر على اتخاذ مثل هذا الدور وبالتالي يغل يد القضاء الدولي في اتخاذ مثل هذه الجرائم وهذا يعطي مجال للمجرمين لارتكاب مزيد من الجرائم وتكريس مبدأ الإفلات من العقاب بل أن كلما ارتكبت جرائم أكثر كلما صارت لدي قوة أكثر وبالتالي سوف تكون طرف سياسي وهذا ما حدث مع خليفة عفتر وغيرها من الأطراف السياسية استمرار هذه الحالة أستاذ المهدي هل يجعل الجميع اليوم دون استثناء في دائرة الشك في أنهم ربما قد يكونوا أصحاب مصلحة في بقاء الوضع على ما هو عليه محليا ولا دوليا محليا أقصد محليا الأطراف السياسية بالتأكيد يعني بتكلموا مثلا على مجلس نواب ومجلس دولة وغيرها هذه الأطراف من مصلحتها بقاء حالة الانقسام حتى تبرر لنفسها مزيد من البقاء إذا وصلنا إلى مرحلة التوافقات وانتهت هذه الأطراف المشاغبة مثل الخليفة عفتر وغيرها وأصبحت هذه الأطراف خاضعة لإرادة التوافق وتوافق وانت ستنتهي هذه الأجسام ولكن هذه الأجسام ترى في أن استمرارها هو فرصة هذه الظروف المحيطة سياسيا وأمنيا هي تخدم مصلحة مسألة في جانب ما إذا كان هناك متورطون أو لا يدخلوا دائرة أصحاب المصلحة في استمرار غياب العدالة في ليبيا اليوم من يريد تبرئة نفسها وإخراج نفسها من دائرة المشتبة فيهم أنهم من أصحاب المصلحة من السياسيين ماذا عليه أن يبادر لتغيير هذا الواقع القانوني في ليبيا بالتأكيد الإنكار أول شيء إنكار على المجرب حث الأجسام القضائية على قيام بدورها هذا من يريد أن يبرئ نفسها يعني عدم التعامل مع هذه الأطراف وعدم اعتبارها كشريك سياسي مثل خليفة حثر وعدم الدخول معه في أي توافقات أو صفقات سياسية حتى مع عدم وجود إدانات قضائية إدانات قضائية هذه تخضع للقضاء ولا تملك السلطة السياسية أن تملي على القضاء ما الذي يقوم به ولكن ربما تملك أن تحث القضاء على اتخاذ مزيد من المواقف أن توفر السلطة مثلا التنفيذية الضمنات والحماية للسلطة القضائية من خلال المؤسسات الشرطية والعسكرية وغيرها بحيث أن إنشاء محاكم تخصصية مثلا في مثل هذه الجرائم إلى الآن لا توجد لدينا محكمة مختصة في مثل هذه الجرائم جرائم الحرب وانتهاكية حقوق الإنسان بل لا يوجد لدينا حتى توصيف مثل هذه الجرائم في القانون الليبي رغم أن ليبيا موقع على اتفاقيات تدين هذه الأفعال وبالتالي واجب على ليبيا أن تصدر تشريعات متوافقة مع هذه الاتفاقيات وهذا ما لم يتم بل أن جسام مثل مجلس النواب دخل شريكا في مثل هذه الجرائم عندما يصدر قانون يبيح محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري بل أن كل الجرائم التي تدخل في الباب الأول من قانون العقوبات والخاصة بالمس بأمن الدولة كلها بالكامل تحال إلى قضاء العسكري ليصل فيها خليفة حفتر لأنه هو رئيس المحكمة العسكرية العليا وبالتالي أصبح هو القاضي وهو الحكم وهو الجلاد الآن أكثر من 41 حكم صدر بالأدام من المحاكم العسكرية في بنغازي ضد ثوار قوام ومشروه القرامة المسألة الآن في هذه الحالة كيف ننتظر ممن تضعه داخل دائرة الاجتباه أو المؤكد أنه صاحب مصلحة في استمرار الوضع الحالي أن تنتظر منه أن يسن تشريعات لتغييره لا ولذلك لا نعول على هذه الأجسام وطالبنا كثيرا أن يطلع المجلس الرئاسي بهذا الدور وأن يفعل قانون الطوارئ ويحل هذين المجلسين ويصدر تشريعات تتعلق بالانتخابات أو العودة أما أن يصدر تشريعات جديدة بموجب مرسيم لانتخابات برلمانية جديدة أو العودة إلى قانون تحتاج معالجة شاملة وليس في الشق هذا ما أثارت إليه البارحة سيد ستيفاني وليامس عندما تحدثت على أن إذا لم يتوافق مجلسي الدولة والنواب على إصدار قاعدة دستورية تنظم عملية انتخابية جديدة عندها سوف نلجأ إلى حلول أخرى ذكرت ولعلها تشير إلى هذا الحل وهو ذهاب إلى المجلس الرئاسي وأشارت إلى انتخابات رئاسية مقونة من مجلس وليس فرد انتخابات لمجلس رئاسي جديد طيب الدكتور في حالة خليفة حفتر على اعتبار أن الوحيد اليوم اللي يعيش حالة الملاحقة القانونية وهناك دعوة مرفوعة ضدها تنظر أمام محكمة الرجل كان يقدم على أنه هو من يحارب الإرهاب في ليبيا على أن رجل ليبيا القوي في بعض الفترات كان يذكر لدى الأطراف السياسية الخارجية تأثراه الآن مع هذه التطورات القضائية في الولايات المتحدة على الجانب السياسي بالنسبة لصناع القرار في تلك الدولة هو بدون شك تحدي كبير الحقيقة أن يأتي شخص يعني يفرض نفسه بقوة ويصبح مشروع يعني لتوحيد ليبيا أو مشروع لاستقرار ليبيا خلينا نقوله في وقت تعاني منه ليبيا من الانقسام وخارجها من تورا يعني زي ما تقول ونظام كان هش لم يكن فيه دولة في مؤسسات ولذلك هو كان بالنسبة لهم يعني خيار مقبول بل مرغوب في بعض الجوانب ودائما يعني في أي دولة مثلا زي دولة الأمريكية صانع القرار هو يعني عنده مجلس أمن يعطيه الخيارات المتاحة أمامه وللأسف مقياس الديمقراطية وحقوق الإنسان ليس هو دائما المسطرة التي تقيس بها هذه مجلس أمن قومي أمريكي أمريكي بالضبط ولذلك احنا عانينا من هذه المشكلة وخاصة في وجود ترامب ووجود ناس زي بولتن اللي هو مستشار الأمن القومي وغيرها لكن واقع الحال يقول بشكل واضح الحقيقة في التجربة الأمريكية وأعتقد أنه تداعياتها على المشهد الليبي لأنه الدورة الأمريكية دائما له يعني مركزية قد لا تحسب لغيره هو أنه إذا حرصنا بشكل مباشر أن يكون هناك طرف ليبي وأن يكون هناك من ينادي بأهمية ربط موضوع الحقوق الإنسان مع المقياس الذي يستخدم دوليا من أجل يعني إعطاء الفرصة لأي طرف أن يكون طرف مؤثر في المشهد الليبي سننجح يعني بشكل أو بآخر خاصة في موقف هذا وهو يشكل حالة صارخة الحقيقة يعني يعني جرائم حفتر لا تخفى على أي ليبي الحقيقة اليوم جرائم حفتر موثقة كما ذكر سيد مهدي وغيره إنه يعني أشياء موثقة صوت وصورة لكن حقيقة لو لم تجمع وتستخدم أدوات سواء كانت قضائية أو سواء كانت قاضية إعلامية أو حتى الدولية من خلال بعض القنوات الدولية الدولية المتحدة زي لجنة التحقيقات تعلم المتحدة أو غيره وغيره لن يكون لهذا القضية وزن إذا تركت للمشهد الليبي الضعيف الهش بأن يكون هذا الرقم هو الرقم الصعب لأنه في النهاية للأسف قوة السلاح وعدم وجود القوة الرادعة ضد هذا الأمر ففعلا قضية حرطر تمثل يعني تم توصيف مؤسف الحقيقة ولكنه حقيقي للمشهد الليبي ولذلك كونو يصبح يعني هو خلينا نقوله عليه الأنظار أو يصبح هو الحالة اللي ممكن من خلالها نستطيع أن نرى أمل يعني يأتي من بعد لمحاكمة ومقاضات كل الفاسق كل من ارتكب هذه الجرام وهم كثير للأسف في المشهد الليبي لن تكون إذا تجاوزنا هذه القضية وسمحنا لشخص مثل هذا أن يحكم ليبيا إذن نقول عن ليبيا السلام وقول عن ثورة فبراير يعني السلام ولكن وقوفنا في هذا الأمر ووجود يعني تواترات يعني أطراف أخرى تساهم معنا في التحرك هذا الاتجاه بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية أو على الأقل جزء كبير منها اللي هو يرى أهمية استقرار ليبيا من خلال أن لا يحكمها شخص طلط تخت أيديه بالدماء وكذلك الأمم المتحدة وكذلك بعض الأطراف أخرى أعتقد أن هذه خطوة إلى الأمام تعين أحياناً الطرف الليبي إذا وجدت إرادة سياسية قوية داخل ليبيا بأن تستعين الحقيقة بهذه الأطراف حتى تعين ليبيا أن تخرج حتى وأن بدايةها كانت مصالحة وطنية وعدالة انتقالية أو بعض الأشياء الأدوات الأخرى التي تخرجنا من الواقع الأليمي التي تعيشوا ليبيا أما أن نغفل عن هذه القضية ولا نستفيد منها ولا نظن فيها يعني زي ما تقول مفتاح لأشياء كثيرة فهذا أعتقد أنه إذا كانت محاكمة خليفة حفتر تشكل ربما بداية لمحاسبة آخرين نعم هل يمكن أن تغير أيضاً الواقع السياسي في ليبيا أن تدفع ربما لحالة من التصحيح ونتمنى ذلك وطبع هذا يعود إلى الشعب الليبي يعود إلى أبناء الشعب الليبي ليقبلوا الحقيقة أن يكون بين ظهرانيهم أناس يعني أيديهم ملطخة بالدماء وأناس تستغل شعار محاربة إرهاب من أجل قتل يعني أبناء ليبيا والناس اللي هي فعلاً ساهمت بشكل كبير جداً في القضاء على النظام الشمولي الدكتاتوري السابق أو ما شابه ذلك طبعاً بس كما ذكرت يعني يهمنا مصلحة استقرار ليبيا وقدرتها على أن تتسير إلى الأمام وهذا أمر معني به سياسي أو سياسي ليبيا ولذلك كل الاستفادة من مثلاً الأشياء اللي قاعدة تصير هذه كلها نحن لا نملك الحقيقة كمؤسسة مدنية وغير إلا أن نثيرها بناء على المبدأ وبناء على المبادئ وبناء على قضايا حقوق الإنسان أما تداعياتها فنتمنى الحقيقة أن تكون صحوة نتكون يعني زي ما تقول قضية تعين الجميع على قراءة المشهد من جديد وإعادة حساباتهم أعتقد أن تداعياتها لن تقف عند شخص خليفة حفتر لن لها سياقات أخرى أستاذ المهدي إذا كانت هذه التطورات تتزامن مع زيارة المدعي العام للمحكمة الجنية الدولية وأيضاً عقب أيام ليست كثيرة من استلام المبعوث الأمم الجديد في ليبيا وهذه الاجتماعات اللي عقدت حتى بين الرجلين هل يمكن أن يكون هذا انطلاق لمسار تصحيح وضع حالة الإفلات من العقاب التي تعيشها ليبيا لسنوات والله إننا تمنى ذلك هو لا شك يعني فترة الأخيرة بدأ تركيز على منع سياسة الإفلات من العقاب وكان هذا يتكرر دائماً في بيانات تصدر عن مجلس الأمن وعن لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة وإذا من الأطراف الدولية المهتمة بالملف الليبي ولذلك إذا ما استطعنا مساءلة على أقل رؤوس الأطراف التي تركبت جرائم الحرب عندها نستطيع أن نصل حتى ربما حتى تمهد حتى إلى حوارات لكن طالما أن هذه الأطراف لازلت تتمتع بالحماية من أطراف دولية أو محلية عندها بالتأكيد لن نصل إلى حلول عندما يجد مثلاً أمثال خليفة حفتر يجد نفسه في عدم وجود مساءلة قضائية جنائية دولية أو محلية عندها ما الذي يمنعه من تكرار جرائمه وهذا ما حدث يعني أعلن انقلاب العسكري في عام 2014 ثم أعلن عملية الكرامة في 2014 ثم اشتاح مدينة بنغازي في نهاية 2014 ومنطقة قنفودة في 2017 ودرنة وسرت واجدابيا وأخيراً في أربع أربعة في طرابلس كل هذه الجرائم لم يسأل عليها خليفة حفتر الآن إذا اعتبرنا أن ما يحدث هو على الأقل ملامح لوجود رغبة دولية لمعالجة الوضع وملاحقة متكب الجرائم ما الضمانة التي تدفع إلى الطمانينة إلى أن هذه الرغبة موجودة فعلاً ما لم نرى خطوات فعلية يعني من لزالة الأمر في طي الأمنيات خطوات فعلية من أي نوع مثل ماذا أستاذ يعني أنا ذهبت لمحكمة جنائية الدولية في لهاي والتقيت مع المدعي العامة السابقة مثلاً وتحدثنا في هذه الملفات وكذا يعني كان استجابتها دائماً يعني في حدود مرتكبي الأفعال ولكن ليس هؤلاء من يقود هؤلاء ومن يتيح لهم البيئة لارتكاب هذه الجرائم زي محمود ورفلية وغيرها لفسي وكل هؤلاء من ارتكبوا الجرائم في مدينة بنغازي أو في درنا أو في سرطة أو في طرابلس كل هؤلاء هم يحظوا بحماية من طرف أعلى إذا ما استطعنا مسائلة هذا الطرف عندها نستطيع هذه الأطراف المحلية ربما نستطيع حتى مسائلة محلية هذه النقطة أستاذ المهدي وكانك غير متفائل رغم أن زيارة المدع العام مدع الجناية الدولية بعد غياب عشر سنوات لليبيا نعم قد تبدو تمثل معطلة يمكن إهمالها والله هو المطلوب ليس زيارة المطلوب فريق التحقيق أن تعطى لها الأمكانيات هناك فريق تحقيق من المحكمة الجناية الدولية خاصة بالملف الليبي هذا الفريق ونحن على تواصل معنا لا توجد لديه حتى الإمكانيات لفتح تحقيقات بالملف الليبي ومع حجم الجرائم نحن لا نحتاج حتى إلى فريق نحتاج أكبر من ذلك نحتاج إلى محكمة متخصصة على غرار المحاكم المتخصصة لجرائم الحرب وتحقيقات حقوق الإنسان التي ارتكبت في دول يعني لا يمكن النظر إلى الملف الليبي كقضية واحدة أو نحتاج إلى محكمة لكي تستطيع دراسة الملف الليبي بالكامل تغطية كل انتهاكات جرائم الحرب لا نتحدث عن قليفة حفتر فقط كل من ارتكب جرائم حرب في ليبيا من أي طرف كان يجب أن يساءل لأن هذه الانتهاكات سواء كانوا الكانيات سواء كانوا دواعش سواء كان غيرها كل من ارتكب هذه الجرائم يجب أن يساءل ولا يترك لها المجال ليكون طرف سياسي في الواقع الليبي كيف يمكن تحقق ذلك إذا كان الطرف الليبي يرفض أن يتم تدويل المحاكمات أو الملاحقة لا ذكرنا نحن بموجب القرارة 1970 محكمة جنائية دولية تملك هذا الاختصاص ربما القضاء الليبي أو الجهات القضائية في ليبيا تدعي قدرتها على الفصل ولكن الأمر يخطع لتقدير المحكمة الجنائية الدولية وترى هل بالفعل قضاء الليبي قادر على اتخاذ قضية مثل مثلا مجدرة سجن أبو سليم مثلا منذ عام 96 لازالت إلى اليوم لم يتم الفصل فيها أي قضاء يستطيع الفصل فيها القضاء العسكري حكم بعدم اختصاص وعلى القضاء المدني القضاء المدني حكم فيها بعدم اختصاص وعلى من جديد القضاء العسكري يعني المسألة فاقت حتى الإفلات من العقاب يعني أنت تعتقد أن عدم المبادرة إلى تشكيل محكمة دولية خاصة تُعنى بمثل هذه القضايا لا يعطي مؤشر على أن هناك رغبة دولية حقية وبالتالي يظل هذا محل ربما شك أو عدم يقيم يعني الأمر لا يحتاج حتى إلى زيارة هذه الإجراءات يستطيع أن يتخذها من مكتبة هناك يعني من مكتب المدعي العام ولديه كل الأدلة وقدمت إليه سواء من منظمات محلية أو من نشاطاء أو قضايا رفعة من الجنائية الدولية وقدمت إليها الملفات ويوجد لديها كل الأدلة فلتتخذ إجراءات ثم تقوم بمثل هذه الزيارات وصلت الفكرة أشكرك جزيلا شكر ضيفنا المحامي المهدي كشبر شكرا جزيلا لك وشكر بالتأكيد موصول لك رئيس التحالف الليبي الأمريكي دكتور عصام عمي شكرا جزيلا لكما وفي الختام شكر موصول لكم أنتم أستاذ المشاهدين في أمان الله اشتركوا في القناة